رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصدق ضيبية صباح اليوم وعقب انتهاء الجلسة أدلى سعدة دكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على مواصلة تهيئة فرص التواصل العلمي والمهني والتعاون وإثراء المناقشات التي تسهم في تطوير أساليب غير تقليدية في الاستكشاف والإنتاج بالشكل الذي ينعكس إيجابيا على الصناعة النفطية خاصة في ظل التحديات الراهنة بسبب أسعاره منوها سموه بأهمية الفعاليات التي تقام في هذا الشأن وفي مقدمتها مؤتمر ومعرض العلوم الجيولوجية جيو 2016 الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأنبى سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعدها أشهد مجلس الوزراء بنجاح التدريبات والتمرينات المشتركة رعد الشمال بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي شاركت فيها مملكة البحرين شقيقاتها الدول العربية والإسلامية في إيصال رسالة واضحة ومحددة للعالم مفادها وحدة الأمة العربية والإسلامية وجديتها على مواجهة الأخطار والإرهاب ومن يعتدي على مصالحها بجاهزية فائقة وقدرات قتالية مرتفعة صونا لأمنها واستقرارها وفيما نوه المجلس بأهمية نعقاد المناورات ومدلولاتها زمانا ومكانا فقد أعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز للإنجاز الذي حققته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحربين الشريفين في قدرتها على جمع الصف العربي والإسلامي والذي تمثل في الإعداد والترتيب لهذه المناورات الأكبر في تاريخ المنطقة والتي جمعت عشرين دولة عربية وإسلامية لهدف النبيل وهو إظهار إصرارها وقدراتها على الدفاع عن نفسها تجاه أي مخاطر تحيط بها بعد ذلك عرب مجلس الوزراء عن أسفه لتجاهل بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان للإنجازات الحقوقية الكبيرة التي تحققت في مملكة البحرين وتناقض ما جاء في بيانه المرفوض جملة وتفصيلا مع الواقع العملي في المملكة والمتمثل في احترام وصون حقوق الإنسان وتعزيزها عبر مختلف الأطر والأليات إلى جانب مشاركة فاعلة للمواطنين في صنع القرار عبر المؤسسات الدستورية في ظل انتخابات ديمقراطية نزيهة وفق كافة المعايير الدولية وحرية مكفولة دستوريا وقانونيا للتعبير عن الرأي في ظل قضاء يمتاز بأعلى درجات الاستقلالية والنزاهة والشفافية مؤكدا المجلس على ضرورة عالم الخلط بين الإجراءات التي تتخذها كافة دول العالم دون استثناء وفق قوانينها من أجل حماية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية والتحريض عليها ومنها مملكة البحرين وبين حرية التعبير والرأي المكفولة دستوريا معتبرا المجلس ما جاء في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنه منحاز ويفتقد للموضوعية والمعلومات الصحيحة ويعد تدخلا غير مقبول البتة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين كما أن البيان لا يعكس أبدا علاقة التعاون الإيجابية القائمة بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وأعرب المجلس عن الاعتزاز لتجاوز مملكة البحرين بنجاح اجتماعيا واقتصاديا كافة التداعيات التي صاحبت الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في عام 2011 بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى التوسع في استقدام كبار الأطباء في العالم وتكثيف برامج استقدام الخبرات الطبية العالمية في مختلف التخصصات لعلاج المرضى داخل البحرين مثنيا سموه على جهود وزارة الصحة وزيرا ومنتسبين في تنفيذ هذا التوجه بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى رصف الطرق الترابية بمنطقة العكر وإنشاء البنية التحتية للطرق وشبكة لتصريف مياه الأمطار فيها وبما يحقق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب وكلف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بذلك ثم نظر المجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير فرص العمل التي يقبل عليها المواطنون وتحسين مستوى الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر وتهيئتها لتكون أكثر جذبا للمواطنين وبما يفضي إلى المحافظة على المهن والحرف التي اشتهرت بها مملكة البحرين تاريخيا وتراثيا وتجاريا فيما حف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر أيضا على مواصلة الجهود المكثفة التي تبقي البطالة في حدودها الآمنة ووضع الخطط الفعالة التي تحول دون حدوث أي اختلال في التوازن بين العرض والطلب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة إقليميا وعالميا والعمل على ضمان قدرة سوق العمل على الاستمرار في توليد المزيد من فرص العمل الملائمة للمواطنين وفي هذا الصدد فقد عرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهم المؤشرات التي تعكس واقع سوق العمل بمملكة البحرين في الربع الرابع من العام 2015 ومن أهمها استقرار معدل البطالة الفصلي عند مستوى 3.4% وتوظيف حوالي 6 ألاف مواطن بالقطع الخاص بواقع ألفي مواطن شهريا إلى جنب توفير 6 ألاف ومئة وستين وظيفة شاغرة ثانيا وجه صاحب أسم الملكي رئيس الوزراء إلى مضاعفة الجهود لتيسير حصول المواطن على السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين واستعرض المجلس ضمن هذا السياق ما تم إنجازه في الخطة الإسكانية التي تنفذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة من خلال الاطلاع على التقرير الذي قدمه وزير الإسكان والذي يشير إلى أن عدد المناقصات التي تم طرحها وترسيتها للمشاريع الإسكانية من ميزانية الحكومة قد زاد بنسبة 6% في العام 2015 حيث بلغ عددها 95 مناقصة بقيمة 363 مليون دينار منها 51 مناقصة أرسيت بقيمة 168 مليون دينار إلى جانب ذلك فقد تم طرح وترسية مناقصات لتنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية المهمة تمول من برنامج الدعم الخالجي ومنها المراحل الأولى من مشروع إسكان الجنوبي الذي يضم 1560 وحدة سكنية والحزم الثاني من مشروع المدينة الشمالية الذي يضم 577 وحدة ومشروع مدينة الحد الذي يضم 389 وحدة سكنية والمرحلة الثالثة من مشروع ستر الإسكاني الذي يضم 746 وحدة سكنية بالإضافة إلى مشروع السكن الاجتماعي والاقتصادي والذي يعتمد على الشراكة بين القطاع العام والخاص ويتكون من 1618 وحدة سكنية سكن الاجتماعي و367 وحدة سكنية سكن اقتصادي في المدينة الشمالية و832 وحدة سكنية سكن اجتماعي في منطقة اللوزي بقيمة إجمالية قدرها حوالي 162 مليون دينار حيث تم حتى تاريخه استكمال 25% من المشروع ثالثاً وفي إطار حزمة الإصلاحات التي أقرها البنك الدولي ومن ضمنها تنفيذ إصلاحات نظام الحصص التي تتيح زيادة قوة التصويت للدول النامية وفي ظل توجه جميع الدول الأعضاء في البنك الدولي نحو دعم الزيادة في الحصص فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة مساهمة مملكة البحرين في إصلاح نظام الحصص بالبنك الدولي وذلك بعد الإطلاع على المذكر المرفوع لهذا الغرض من وزير المالية وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن رابعاً وافق المجلس على التصديق على اتفاقيتين مع حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية الأولى اتفاقية تجريع وحماية الاستثمارات المتبادلة والثانية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وقد قرر المجلس إحالة مشروعي قانون بالتصديق عليهما للسلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية خامساً بحث المجلس مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وسلطنة عمان بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية التي تصدر للملحين والعاملين على متن السفن وذلك تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملحين العاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم 20 لسنة 2001 وقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وذلك بعد العرض الذي قدمه حولها وزير المواصلات والاتصالات سادساً بحث المجلس اقتراحاً برغبة يتعلق بشراء البيوت القديمة في المناطق السكنية للمحافظة على التراث والنسيج الاجتماعي وقرر الموافقة على رد الحكومة على الرغبة على النحو الذي أوصد به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ترجمة نانسي قنقر